تحرص مملكة البحرين على استمرار المبادرات الرمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يدسد التغطية الصحية الشاملة ويأتي مشروع الإسعاف الوطني ليعكس مستويات التطوير التي تحققها مختلف قطاعات الخدمات في المملكة حيث يقوم مشروع الإسعاف الوطني على أحدث المعايير الدولية في إطار حرص مملكة البحرين على استمرار المبادرات الرمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يجسد التغطية الصحية الشاملة يأتي مشروع الإسعاف الوطني ليعكس مستويات التطوير التي تحققها مختلف قطاعات الخدمات في المملكة استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين عبر رفع مستويات الجاهزية والاستعداد والارتقاء بجودة خدمة الإسعاف دائما في تعاون واتصال دائما بيننا وبين الإسعاف الوطني في الوضع الحالي نحن حاليا مسؤولين عن نقل المرضى والحالات الطارئة بس في منطقة المنامة والإسعاف الوطني هو الذي ينقل حالات الطوارئ في جميع أنحاء البحرين بعد استقبال المرضى من الإسعاف الوطني أول ما يصلون الطوارئ في طاقم طبي موجود وظيفة رئيسية هو تقييم الحالة على حسب التقييم الكندي على أساس نعرف إذا كانت الحالة مثل ما نقول إنعاش تم نقلها مباشرة إلى قسم الإنعاش وإذا كانت شوف مستقرة تم نقلها إلى قسم التدخل السريع نطلب من المواطنين والمقيمين على مملكتنا الحبيبة أنهم في حالة الاتصال بالإسعاف أنهم يعطون معلومات كافية عن المريض وعن حالة الصحية القديمة على أساس أن فريق الإسعاف يقدر يتمكن أنه يصنف الحالة هل الحالة جدا خطيرة بحيث أنه ينقلها إلى أقرب مستشفى ولا الحالة تعتبر شوف مستقرة وفي عنده وقت أنه ينقلها إلى مستشفى السلمانية كما وتقوم غرفة العمليات بمركز الإسعاف الوطني بدورها الأمني والمجتمعي في تلقي كافة أنواع بلغات حالات الطوارئ الطبية عبر الخط الساخن 9-9-9 لطلب الإسعاف الوطني مع وجود الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات الإنقاذ ومتابعة الحالات وفق أعلى مستويات الجودة على مدار الساعة طبعا لدى مركز الإسعاف الوطني 12 مركز وثلاث نقاط موزع على جميع محافظات مملكة البحرين تقوم غرفة عمليات مركز الإسعاف الوطني باستقبال المكالمات المحولة من غرفة العمليات الرئيسية وذلك عبر الخط الساخن 3-9 حيث يقوم متلقي البلاغ بسؤال المبلغ عدة أسئلة وذلك عن طريق نظام أولوية أرسال لبروتوكولات الطبية لبروكي وذلك لتحديد حالة المريض الصحية من ثم يتم توجيه أقرب مركز إسعاف متاح لموقع المريض ومن ثم يتم استئناف المكانة من إعطاء التعليمات والإرشادات اللازمة للتعامل مع المريض ونقله إلى أقرب مستشفى طوارئ إذا استرعت الحالة هذا ويحرص مركز الإسعاف الوطني على مواكبة التقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة وطب الطوارئ الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والتمييز والتنافسية